كابتن خالد فنياً بقى كيف تلو مباراة؟ إزا مالك تميز وتفرد بالأداء والأهل الفاس هو دايماً الكرة فيه ساعات كده ما بتبقاش يعني سواء تقول مصطلحات بتاعتك مش عادلة النهاردة يعني من الماتشات الكرة مش عادلة هي مبروك للنادي الأهل وإزاي تعرف تخلص المباراة دي برضو حاجة مسهلة إن انت ممكن مش في أحسن حالتك النادي الأهلي النهاردة مش في أحسن حالته حتى كولر أنا هكلم عكس الاتجاه أنا بقول مبروك للنادي الأهلي على فكرة ولو الزمالك كسب وهو كده هطلع وأقول نفس هذا الكلام أنا مش بجامل ده على حساب ده لكن هنيجي على الناحة الفنية هو النادي الأهلي كان أوتوفورم الشوت الأولاني تماماً يعني لعب أول سبع دقايق وخد المبادرة وهو اللي كان الأخطر والوصول وبعد كده اختفى النادي الأهلي باختفاء نص الملعب وأنا عايز أقول حاجة فنية قبل من تقل الكابتن دي إن ميستر كولر النهاردة لعب ثلاثة يعني هما من وجهة نظر بعاد يعني عمر السولية مع مع نيدفيد مع نيدفيد اللي اتنين ظلموا بعض في الملعب لعيبة كويسة قوي مش هنختلف عليهم حاجة كويسين في آخر مباراة كويس لكن في ناس ستاندينج بتلعب فالناس اللي ستاندينج اللي بتلعب في ماتش فاصل لازم تلعب الناس اللي بتلعب ما تلعبش الناس اللي هي ناهت آخر مباراة ممكن أنت بتعمل روتيشن في اتنين تلاتة وبقوا كويسين بس هرجع تاني للناس اللي هي ستاندينج اللي بتلعب فأعتقد أني كهربة مع نيدفيد مع عمر السولية التلاتة بعده النادي الأقل أنا أول مرة أشوف النهاردة حسين الشحات وبرستاو يعني ما فيه ما عملوش حاجة خالص لعدم يعني فاعلية نص الملعب بتاعنا دي الآن فأعتقد أني دي كانت غلطة من كولر في بداية المباراة وصل لحها متأخر قوي قوي لكن يعني أنا من بداية الشوت الأولاني بقول سيناريوين للآله والزمالك الزمالك عمل الصح لكن كولر عمل الصح متأخر بس ما شاء الله يعني أفشة ومروان ينزلوا من بدري قوي عن كده لكن عمل الصح فكسب المباراة